المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم للهام شنال الجسبة ان شاء الله تكونوا بخير على الأخير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين تكونوا أمور ديالكم مزيانة والتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات اشتركوا في القناة ديالي الدائم للهام شنال وصفة اليوم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بالتخصيص فتحديدا بطن مسطحة في أسبوع واحد فقط فبكوب واحد في اليوم سيحرق دهون البطن والكرش بسرعة بدون ريجيم أو تمارين وصفة سهلة مهلا بسيطة ان اي سيدة تجربها وتكتب لك التعليق كيف جدتها الوصفة وش عجباتها ولا معجباتها وش توتت معها ايضا او لم توتتش معها فكل هاد الاشياء نرحب بها على رأس والعين اكيد وبالنسبة لهاد الوصفة فهي من ارواع ما يكون وحتى يعني ايضا من اسهل ما يكون في الوصفة الطبيعية فبسم الله على بركتي الله قبل ما نشون تعرفوا على مكوين هاد الوصفة فنبغي مرحب بكل منك يزور هاد القناة سواء النساء رجال مرحبا بالكل مرحبا بالجميع لكن هاد الوصفة تكتشفوا لاشياء فما تنسوش تضغط على زل اشتراك تفعلوا زل الجرس خليونا تعليقات الاقتراحات للتفسارات لأسئلة ديلكم وبسم الله على بركتي الله نبدأوا في الوصفة فمكوينت هاد الوصفة هما عشاب طبيعية رائعة جدا اتلقاوهم عند اقرب عشاب ولا عند اقرب ع الطرح داكم فنبدأ باول شي اللي هو زريعة الكتان فبالنسبة لزريعة الكتان تجيبوا منها كمية مناسبة وتحاولوا تنقيوها مزيلا ومن بعد تستخدموا ان شاء الله في هاد الوصفة هادي بالنسبة لزريعة الكتان رائعة لفقدان الوزن او لا لتخصيص الوزن يعني عند عدة فوائد وعدة مزايا كذلك بالنسبة لتاني مكوين فغادي نحتاجوا الكامون هنا تحنتوا ممكنتوا ما تستخدموا غير بودرة عفوا غير حبوب كيف ما ممكن تستخدموا بودرة يعني اي حاجة تناسبكم اكتر فاكيد هي اللي تعملوها سواء كما تلكم الكامون حبوب او لا كامون بودرة بالنسبة لتالت مكوين فغادي نحتاجوا العسير حامضة العسير جوش الحامضات على حسب الرغبة ديالكم في الحامض وش كتبغوا كيمية كتيرة ولا كيمية قليلة يعني واحتل بنا ديالوش كتعجبكم او لا لا غادي نحتاجوا ايضا لواحد ملعقة او لا ملعقتين من خل التفاح وغادي نحتاجوا سكنجبير او لزنجبيل بودرة او الطازجة لحسب المتوفر هو الطازج كي يكون افضل نتيجة ديالوك تكون اسرع واكبر كذلك ولكن لما توفرش فممكن لجأو غير سكنجبير بودرة وغادي نحتاج واحد الكوب من الماء وهذا هما كل العناسر اللي غادي نحتاجوا في هاد الوصفة هادي يعني مكونات بسيطة اهم شيء انها في متناول جميع ممكن اي سيدة تستخدم في هاد الاغوزات في البيت ديالها ولا في المنزل ديالها وتحصل على نتائج مرضية في خلال اسبوع فقط تبا غادي ندوزول طريقة تحدى الوصفة بعدما تعرفنا على مكوناتها اكيد فبسم الله غادي ناخد زرية الكتاب غادي ناخد عصير الحامض في هذا الشكل ومن بعد غادي ناخد سكنجبير او لا زنجبيل ومن بعد غادي نضيف الكامون نضفت غير ملعقتين فقط حاولوا انتو ممتلا الى ما كتبغيوش لنكها ولا لبنة ديال الكامون لا تحاولوش تعملو كمية كثيرة عملو غير كمية ديال نصف ملعقة من الكامون ونصف ملعقة من سكنجبير باش هكدا ما تجيكمش الوصفة غير مستحبة في البنة ديالها دبا ان شاء الله غادي نضيف الماء كما تلكم الدافي او المغلة على حسب الرقبة ديالكم كيفما ممكن توضعوا كل هاد المكونات في كاسرول وتعملوا عليهم غير الماء البارد وتوضعوهم في فوق النار لمدة 15 دقيقة من بعد تفاول كله وتشربوا المشروب السحة والرحة والهنا والشيفة فنحاول كما لاحظوا هنا نخلط كل العناصر مع بعضهم من بعد بهذه الطريقة ومن بعد غادي نضيف ان شاء الله خلق التفاح كمية ملعقة او جوش المعالق او ثلاثة المعالق بالنسبة للخل تفاح فرائع بخصوص التخصيص ممكن تشربوه غير بوحد يسوء يعني تاخدوا واحد الكوب ديال الماء سواء الماء المعديني او الماء العادي مع واحد ملعقة كبيرة على الخل وتاخدوه قبل الفطور قبل وجبة الفطور كل يوم من مدة اسبوع حتى هاد الطريقة ره ناجحة ووصفة سهلة وبسيطة ورخيصة اهم شيء فالان كما لاحطوه خلط الوصفة الان غنخليها واحد المدة قصيرة ومن بعد غادي ندوز ان شاء الله باش نصفيها معكم ولكن انتو ما حاولوا تخليوها مدة طويلة شوية الناس اللي غا تسوونيش حال ديال المدة فحاولوا تخليوها واحد المدة ديال يعني نهار ليلة كاملة تستسويع تلتسويع باش هكدا يتلقون فعالية ديالهم خصوصا احنا ما وضعناهم مش فوق النار فالو وضعتهم فوق النار ممكن يعني تصفيوا المشروب ديال الساعة ولكن لما وضعتهم مش فوق النار فمن الاحسن تخليوهم ارقضوا واحد المدعد من بعد دزول تصفية ديالهم فانا ان شاء الله غادي نعطيكم بعض نصائح لتخفيف الوزن ومنعطيهم لكم بما يعني تلقى الفعالية ديال هذا المشروب هذا هذا المحلول من دزول تصفية دياله فمن بين نصائح لتخفيف الوزن تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية مثل الفواكه وقبضة صغيرة من المكسرات وملعقة من زبدة الفول السوداني فمثل هذه الوجبات تعمل على سد الشهية وفي الوقت ذاته تحمي وتقلل من فرصة زيادة الوزن ثانيا تناول الطعام في جو من الهدوء والتركيز والابتعاد بشكل تام عن تناول الأكل أثناء التحدث أو أثناء القراءة أو متابعة التلفاز فمثل هذه العادة تجعلنا نتناول كميات أكبر من الطعام وبالتالي تزداد كميات سعرات الحرارية داخل الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن ثالثا الحرص على وزن الجسم بصورة يومية فهذه الطريقات تضمن استمرار حضر الفرد وحرصه في تناول الطعام كما أنها تشكل جرس اندار في حالة زيادة الوزن حتى يقوم الفرد بتعديل نظامي الغدائي وبالتالي يتدارك زيادة وزنه قبل فواتي الأول عمل جدول رياضي بحيث يطبق هذا الجدول في الأسبوع ثلاثة مرات فممارسة الرياضة تساهم في تشكيل مساحة عضلية وبالتالي يرتفع مستوى التمثيل الغدائي في الجسم كما أن الرياضة تحارب وتعمل على حرق الخلايا الدهنية صرف الرغبة عن الأكل وذلك من خلال تشغيل العقل في تفكير بأمور أخرى ومن الممكن صرف الفكرة عن تفكير بالأكل من خلال القراءة أو التحدث مع شخص ما وتجد الإشارة إلى أن التفكير في جوع لا يستمر أكثر من خمس دقائق فقط الحرص على تناول وجبة الإفطار فوجبة الإفطار لها العديد من الفوائد على جسم الإنسان كإعطاء الجسم القوة والطاقة للقيام بالأعمال الموكلة إليه كما أنها تساعد الفرض على الإحساس بالشبع لأطول فترة ممكنة من النهار فكانوا هدوهم بعض النصائح نتمنى يا رب أنكم تكونوا استفتونهم سواء بالقليل أو بالكثير ويمدروري نعرفوا النصائح لفقت الوزن لكي لا نوقعوا في الخطأ وبالتالي نزيدوا الوزن فأنتمنى أن هذا الفيديو تستطيع وصلوا بثافة الناس في مواقع التواصل الاجتماعي شخصي وكيف ممكن تستطيعوا في الواتساب لكي نستفدوا من بعضياتنا المشروب لتصفية هذا المشروب نضيف كوب نضيف مصفات نضيف هذا هو المشروب كوب حول رحول هنا والشفال أي شخص يجربوا سواء أكيد امرأة أو رجل فوصفة اليوم هي للجنسين معا وصفة بسيطة فإلا تابعتوه كوب واحد في اليوم المدة أسبوع كنوا متأكدين أنكم سنقصوا الوزن وصبحوا في وزن مثالي جدا بالنسبة للسيدات اللي دائما يسولوني والناس اللي ستقول لي إمتى نشربوه هاد الكوب واشنشربوه قبل الفطور قبل العشاق فمن الأحسن أننا نشربوه بعد الوجبات الفطور لأنه قبل الوجبات الفطور سكينجبير والكامون كنين بعض السيدات اللي مكتفتش معاهم في المعيدة ديالهم فيقدر يسبب لهم عدة مشاكل فمن الأحسن أنه لعدنا حساسية من أي مكون هاد المكونات دائما نحاولو نبعدو على قبل الفطور يعني ما نشربوش المحلول أو لا أي وصفة خلال الفطور أو لا قبل الفطور فنخليوا من الأحسن من بعد الوجبات ديال الافطار عاد ناخدو كوب صغير أكيد ما يكونش كوب قد هذا فغيكون غير كوب نصف دياله أو الربع دياله يومياً المدة سبع أيام كيفما ممكن نبساعدو على الصباح ونرجعو الوصفة بالليل وناخدوها إما قبل وجبة العشاء إما بعد وجبة ديال العشاء فهاد شي اللي كين غير وخص ندومو عليها المدة سبع أيام باش هكدا تبالينا النتيجة ونلاحظو الفرق قبل وع بعدها يعني لاحظو كيف أشكلنا في الوزن ديالنا ومن الأحسن أننا نتعبرو ناخدو الوزن ديالنا في وريقة وهكدا نشربو هاد المشروب نحاولو أكيد نبعدو على الواجبات الدسيمة دائماً اللي بناتنا نبعدو عليهم في الوجبة ديال العشاء نعوضوهم بالفواكيه وبالخضروات هاد القاديه هادي اللي تبعتوها وباليوغورت وبالتفاح هاد القاديه يرا مجربة مني شخصياً فمتمنى تعملو بهاد النصائح وان شاء الله ما يكون غير الخير وكانت هاد هي الوصفة ديال اليومه نزلنا أنا هنالت للريدة ديالكم والإعجاب ديالكم ما تنسوناش بالبيج لايك الاشتراك في القناة تفعيل زال جرس موعدي معكم الجدد في فيديو قديم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة شكرا